السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملت حلقة على أن مريم أفضل من الملائكة مريم مريم هي أفضل من الملائكة هم وجبت مراجع مسيحية بتؤكد أن يسوع أقل من الملائكة الملائكة هم يسوع هم مريم أفضل منهم يسوع أقل منهم إذن مريم أفضل من يسوع فالقص بمنلوقة وهو قص في مطرانيت باني سويف بيقول بطل هاري بقى بطل هاري أنا مش عارف هاري في إيه انا جاي بمراجع مسيحية بتقولي الكلام ده حالك بتتهمني ان انا بهري ليه ممكن ترجع للمراجع المسيحية وتتأكد من كلامي انا جاي بمراجع مسيحية نصوص من كتاب المقدس تفسير وكلام البابا شنودة ايه تاني ناقص وكلام بيؤكد الكلام ده نقلو سليم بوسترس في كتابه اهو مريم العفراء المنزعة الخطيرة الاصلية بيذكر ان هي افضل من كل الملائكة فايه اللي انت محتاجه تاني لما انا اجيب لك كل المراجع دي وانت تيجي تقولي بطل هاري لا معلش حالك ممكن تراجع نفسك وتتأكد من الكلمة بقوله بعد كده بيقول مين قالك ان ياسوع اقل من الملائكة خلي بالكو دي اول جملة مين قال ان ياسوع اقل من الملائكة هنشوف دلوقتي هنكمل انت فاهم غلط يا حبيبي ماشي شكرا وضع قليلا عن الملائكة كلمة قليلا اي لفترة قليلة يعني اهو ياسوع اقل من الملائكة بس الفترة قليلة هو دل انت اضفته هل هي دي الاضافة نكمل انقصته اي لفترة قليلة ولكن ياسوع اعظم من الملائكة طيب ايه الدليل ان ياسوع اعظم من الملائكة عند القص في العبرانين للصح الاول فبيقول ان ياسوع اعظم من الملائكة فين بيقول كده نقرأ النص عندما قال الذي هو بهاء مجدو ورسم جوهرو وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطييرا لخطايانا اه ايه اللي حصل بقى جلس في يمين العظمة في الاعالي صائرا يعني اصبح لما قعد في او على يمين العظمة في الاعالي صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورف اسما افضل منهم اذا ياسوع طول ما هو على الارض كان اقل من الملائكة بحسب النص اللي انت جبته صار امتى اعظم من الملائكة لما طلع فوق قعد على يمين الاب لما قاله قال الرب لرب في المزمون 110 واحد اتنين ربين بيكلموا بعد فمين بقى اللي حصل ياسوع طلع فوق فبقى اعظم من الملائكة يعني انت جايب نص بيؤكد بيؤكد نفس الفكرة اللي انا قلتها ايه هي الفكرة باختصار ان ياسوع كان اقل من الملائكة على الارض لانه كان انسان مريم افضل من الملائكة على الارض اذا مريم كانت على الارض وده اللي انا قلته بالحرف ان جسد مريم افضل من جسد ياسوع انت بتؤكد نفس الكلام بتاعي حضرة القص المشكلة ان انت قص انت قص مسيء يعني كبير يعني في السنة طبيعي ان انت تبقى عارف اهو بلبس الكهنوت وفي مطرانيت بني سويف انا مش فاهم والله يا جماعة هو انتو لما بتخشوا تردوا علينا بتردوا لمجرد الرد عشان يبقى اسموك وردته فين الرد تخيل انت حضرتك بتعبد اله كان لخمس دقائق اقل من امه اقل من امه يا سيدي الخمس دقائق يعني افترض معك حياته على الارض الثلاثة وتلاتين سنة كانوا خمس دقائق على كلامك هل ده يعقل انت بتعبد الى الله ده هل دول القصاوسة اللي المفروض انهم بيدفعوا عن ايمانكو المسيحي وبيبينوه هم دول هم دول الناس اللي بيبينوا ليكو حقيقة الامان هم دول اللي انتو بتسمعوا كلامهم لكل واحد مسيحي يا جماعة رجعوا الكلام ده والله يا العظيم يعني انا مش جايب حاجة من عندي التفسير المسيحية اللي بتؤكد الكلام ده وخد المفاجأة دي يا حضرة القص بمنلوقة يا حضرة القص تفسير القمس تدرس يعقوب ملطي بيفسر النص اللي انت جايب بيؤكد كلامي تقرأ كده صائرا اعظم من الملائكة هل ده تفسيري لما قلت ان هو كان على الارض اقل من الملائكة لا تفسير المسيحي تفسير القمس تدرس يعقوب ملطي في تفسير النص ده بيقول ليس هناك مجالا للمقارنة بين السيد وملائكته الذين هم عمل يديه وخدامه لكنه إذ قبل التجسد وظهر في اتضاعه كواحد منا أقل من الملائكة يسوع وهو متجسد كان أقل من الملائكة يا حضرة القص أو يا قمص أنت ما تعرفش دي مشكلتك التفاصيل المسيحية قمص تدرس يعقوب ملطي والله العظيم مشكلة تخيله حضرة القص داخل بيرد علي وهو ما يعرفش كتابه بيقول إيه وبعد كده بيقول بالجسد نزل الابن إلينا كواحد منا فصار هناك مجال للمقارنة بينه وبين الملائكة وإن كان في جوهره يبقى فوق كل مقارنات اللي هو جوهر الإله يعني أو جوهر الإله يقول يحنى ذهبي الفم كان دائما أعظم منهم وفوق أعظم منهم وفوق كل مقارنة إنه مقيل هذا عنه من جهة الجسد إذن كلام يحنى ذهبي الفم القديس اللي انت مؤمن بقدسته بيقول صراحة إن المقصود بيه إنه صار أعظم من الملائكة يعني في الجسد كان أقل من الملائكة تخيل أنت النص لقرأت تفسيره وعلى فكرة أنا ممكن أجيب لك كذا تفسير تاني بيقول نفس المعنى ده إنه هو النص أصلا بيقول كده مش محتاجة يعني النص بيقول إنه هو صار أعظم لما قعد على يمين القاب فمعنى كده إنه هو قبل كده كان أقل من الملائكة طب ومريم أفضل من الملائكة شفت إن حضرتك أقريت بدون قصد على صحة كلامي وحرفت نص مع إنه نص واضح أنا مش عارف ولا أنتوا بتحطوا نصوص ما تبشوا عارفين معناها ربنا يهدينا ويهديك يا حضرة القصة وأتمنى أسمع رد حضرتك السلام عليكم